السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة أن نتعرف عن أهم خصائص الدين الإسلامي الإسلام يدعو إلى الحياة ويدعو إلى فعل الخيرات ونريد أن نتعرف عن الحرب في الإسلام هل هي دفاعية أم هجومية قضايا كثيرة ترتبط بأدهان الناس نريد أن نعرف جوابا واضحا وبسيطا من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة خصوصا في هذه الدرفية العصيبة أول شيء أيها الأحباب الكرام نتفق عليه هو أن الدين الإسلامي هو دين الحياة أنه أول ما يدعو إليه هو الحفاظ على الحياة وكل شرائعه وكل مبادئه وكل قيمه تدعو إلى الحياة فالمسلمون هم ينبغي أن يكونوا دوما هم صناع الحياة ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم فالدعوة الإسلامية دعوة للحياة والشرائع الدينية كلها تصنع الحياة هذا أول مبدأ ثم ونحن نحيا ماذا نصنع في هذه الحياة أننا مدعوون جميعا أن نسارع في فعل الخيرات هذا هو المبدأ الأساس الذي يطبع الدين الإسلامي فعل الخيرات فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الدعوة إلى الخير فالإسلام جاء للحياة وصناعة الحياة وأمرنا بأن نزرع الخير في كل مكان وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يكون هناك سلام يستتب في كل المنطقة يكون هناك سلام لا حروب لا عنف لا صراع والحق عز وجل في كتابه العزيز يوجه لنا هذا النداء ويقول يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة أدخلوا في السلم كافة يعني في السلم والسلام والأمن وأمر نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبني المجتمع وهو يدعو إلى الله تعالى حينما يصطدم مع المعارضة أو مع الخصوم أمره أن يعاملهم بالصفح فقال الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون هكذا يؤثر الدين الإسلامي أتباعه في كل بقاع العالم وعبر التاريخ القرآن العظيم الدستور الأعلى للأمة الإسلامية سوف يعلن قواعد واضحة لمبادئ العيش المشترك سنلاحظ بأن القرآن العظيم يبين لنا نحن فوق الكوكب الأرضي نحن كلنا عائلة واحدة نحن جميعا عائلة واحدة هذا المبدأ نكاد ننساه بسبب الاختلافات والصراعات نسينا بأننا نحن في المجتمع الكوني نحن عائلة واحدة أمر يقرره القرآن الكريم أول قاعدة من قواعد الحياة فيؤكد بأن الناس أصلا جميعهم على اختلاف ديانتهم وعلى اختلاف مناهجهم وعلى اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم ومصالحهم الناس كلهم خلقوا من نفس واحدة فيقول رب العزة الخالق الباري جل علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هنا ربنا عز وجل يكرر بأننا نحن البشر كلنا ننتمي إلى عائلة واحدة خلقنا من نفس واحدة هي خلق أبينا آدم عليه السلام وخلق منها زوجها من نفس آدم ربنا سيخلق حواء أمنا حواء ومن آدم وحواء ربنا سوف يخلق هذا البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فنحن جميعا ننتمي إلى عائلة واحدة لأننا أصلا خرجنا من نفس واحدة من هذه القاعدة ربنا عز وجل يدعونا جميعا يدعو جميع البشرية أن تتعايش يدعوها أن تعيش في أمن وفي سلام أن تنبد الحروب والصراعات وينهى عن سفك الدماء المطلوب أن يتعاون كل البشر على بناء الحياة وعلى صناعة الحياة أن يكون هناك الأمن أن تكون هناك التنمية أن تكون هناك الرفاهية أن يكون هناك حقوق الإنسان أن يتنعم الإنسان بكل ما حبان الله به من خيرات فوق الأرض وهذا يقتضي من جميع البشر لما تشكلوا عبارة عن دول أو عن قارات أو عن شعوب أو عن قبائل طلب مننا أن نتعايش هذا ما يفعله القرآن العظيم فيقول ربنا عز وجل يا أيها الناس يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فنحن بني البشر خلقنا من ذكر وأنت أبونا آدم وأمنا حواء ثم جعلنا شعوب وقبائل لاحظوا من يدرس التاريخ والجغرافيا سوف يرى بأن الكويكب الأرضي هذا الكويكب الصغير رغم أنه يبدو لنا كبير هو من أصغر الأجرام السماوية نحن فيه شعوب وقبائل لماذا ربنا جعل الإختلاف بيننا إننا اختلاف في الدين هناك أديان مختلفات عندنا اختلاف في اللغة عندنا اختلاف في اللغجات عندنا اختلاف في الشكل في الألوان هذا أبيض وهذا أسود وهذا أصمر وهذا عيونه زرقاء والآخر خضراء والآخر مائلة إلى البنية أشكال وألوان جعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا لتعارفوا يقع التعارف ويقع التعاون ويقع البناء والتعمير والتشهيد ثم بيّن ربنا عز وجل ما هو ميزان التفاضل بين الشعوب وبين القبائل ما هو الميزان؟ تفاضل هو ما يقدمه الإنسان من خير للبشرية من هو أفضلنا؟ الذي يقدم الخير للإنسانية؟ يقدم لهم الصناعة الطبية يقدم لهم الصناعة الهندسية يقدم له المناهج الدراسية المتجددة الإختراعات يساهم في خلق حياة جميلة يدعو إلى القيم التي تربط بين الناس هذا هو ميزان التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وربنا عز وجل حينما يضع هذا الميزان ويدعو إلى الوحدة الإنسانية يقرر بأن من أهم الأشياء التي يقع بها الصراع طبعا هناك المصالح هناك المصالح مصالح الدول والثروات وهناك أيضا المعتقد المعتقد هو سبب للصراع بين الناس اختلاف المعتقد اختلاف العقيدة الله تعالى يقول أيها الناس كلكم كلكم مع الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله هنا دعا إلى الوحدة للإنسانية والدعوة إلى الوحدة والتعارف بين أهل الأديان المختلفة ومما يميز أبناء الأمة الإسلامية أنهم يؤمنون بكل الكتب السماوية جميع الكتب ما أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم وما أنزل على موسى التوراة وما أنزل على عيسى الإنجيل وما أنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم المهيم كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لماذا هذه الدعوة إلى التوحيد لكي نستطيع أن نتعايش ونتعرف ونتعاون وهذا كله يقتضي أن يكون هناك سلام لأنه إذا انتفى السلام والأمن والأمان ضاع كل شيء ضاع كل شيء ليس وراء السلام والأمن إلا الضمار والخراب والعنف وزهق الأرواح هذا المبدأ ربنا عز وجل فرضه على كل الديانات عبر التاريخ لما نقرأ تاريخ الأديان السماوية كلها ونقرأ تاريخ البشرية نلاحظ بأن رب البرية سبحانه وتعالى يفرض على الجميع أننا نتمسك بقواعد السلام وقواعد الأمن وقواعد التعايش عند الجميع وذكر اليهود على وجه الخصوص فقال ربنا عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا مبدأ فرضه الله تعالى على كل الأديان وخصوصا على اليهود من بني إسرائيل من قتل نفس واحدة نفس واحدة بغير نفس من غير بالغير عدالة أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قتل النفس شيء رهيب في الدين ومن أحياها من دعا إلى السلام ودعا إلى التحاور ودعا إلى الأمن ودعا إلى التفاوض ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ربنا عز وجل يعلم بأن هذه المبادئ هي قيم وهي تبقى نظرية هناك من يعتقد بها ويعمل بمقتضاها لكن هناك أقوام يفهمونها ثم يكيلون بمكيالين أو بمكاييل مختلفات ويغيرون وهذا قد نجده في بعض الخطابات السياسية والديبلوماسية والرسمية خطاب جميل خطاب يدعو إلى كذا ولكن الواقع يعكسه هذا الذي في هذا النهج ربنا عز وجل ذمه كل من يخطب في الناس ويقول كلام جميل ثم يعمل غير ذلك هذا نهجه الفساد في الأرض وهذا ذمه الله تعالى فقال جل جلاله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرط والنسل والله لا يحب الفساد آية تعبر عن واقع البشرية تاريخ البشرية سنلاحظ بأن هناك حروب مدمرة هذاها قادة كبار عوض أن يبنوا الحياة عوض أن يصنعوا الحياة صنعوا الفساد والإفساد والضمار والخراب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لما يخاطب الناس ويصعد إلى القيادة يدعو إلى البناء والتعمير والتشهيد ولكنه بعد ذلك ماذا يفعل يسهل عليه أنه يدمر ويخرب ويقتل ويفسد الدماء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل يهلك الحرث والنسل كاللحظ بعض الحروب من اللي يضرب بقنابل خطيرة يقتل البشر وحتى الأرض تصير غير قابلة للزراعة من جديد إلا بعد سنين طويلة يموت الزرع والضرع والبهائم وكل شيء ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هذه قائدة الله تعالى لا يحب الفساد الله يحب الطهارة يحب الإصلاح يحب صناعة الحياة يحب السن والأمان لكن نلاحظ رغم كل هذا فتاريخ البشرية مليء بالحرب مليء بالصراع ونحن في الدين الإسلامي دوما نتهم بأننا نحب الحرب والعكس هو الصحيح أن الدين الإسلامي يجعل الحرب هي عبارة عن دفاع لما يقع هناك هناك اعتذاء وظلم الناس يهبون لحماية الأنفس وحماية الأرض وحماية الحياة يدافعون عن الحياة ويقفون في وجه من يريد تدميرها وهذا شهد به القرآن العظيم لما قال ربنا عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وفي قراءة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه القائدة تختزل الصراع الذي يقوم بين البشر عبر التاريخ لما يكون هناك جهات تقوم بالتدمير وبالخراب والجهات تدافع عن الحياة وعن القيم فماذا نسمع هنا هنا يظهر بأن الحرب في الدين الإسلامي هي دفاعية دفاعية وليست هجومية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الناس يتدافعون أهل الحق ضد أهل الباطل أهل الخير ضد أهل الشر أهل الحق والخير دائما يدافعون رغم أن الضريبة غالية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هنا ربنا عز وجل لم يذكر الأبراج التي هدمت والبنايات الشامخة والمصانع والمطارات وإنما ربنا أشار إلى ما هو مقدس إلى إلى الأماكن العبادة لهدمت صوامع الصوامع هي أماكن العبادة عند اليهود والبيع البيع هي أماكن العبادة النصارى والصلاوات هي أماكن العبادة عند باقي الأديان والمساجد هي خاصة بالمسلمين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا المساجد هي التي ربنا قال يذكر فيها اسم الله كثيرا بخلاف باقي الصوامع والبيع والصلاوات ربما يذكرون الله تعالى مرة في الأسبوع أو مرتين لكن المساجد خمس مرات في اليوم والليلة فالحق عز وجل يؤكد بأن هذه الحرب أو لا تكون هجومية بل تكون دفاعية وهذا الدفاع لماذا لما يقع ظلم على الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض يعني للأسف ضروري ومؤكد أن يقع هناك المواجهة ضروري لماذا لأن سنة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسادة الأرض أحيانا تكون الأزمات هي مقدمة لإعادة استثباب الأمن وإعادة الأوضاع إلى نصابها فهذه الحرب في الإسلام هي دفاع عن المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لأنه أخطر ما في الحرب لما يتم استهداف المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الشيوخ والأطفال الصغار هذا مقرف للغاية والقانون الدولي يجرمه فربنا سبحانه وتعالى أراد منا أننا ننتبه إلى أن هذه سنة سنة ربان يتاريخ البشرية للأسف هكذا مليء بهذه الصراعات وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسك القرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ونحن في خضم هذه الأحداث نتسأل ما هي القاعدة التي ينبغي أن يتعامل بها المسلمون مع غيرهم من غير المسلمين في هذه الضرفية الطارئة كيف نتعامل الله سبحانه وتعالى يعطينا جوابا واضحا فيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يقول عباد الله إذا كان هناك صراع بين فئة وفئة ثانية فهناك بعض الناس أبرياء هم مخالفين لكم في المعتقد لكنهم لم يقاتلوكم ولم يظاهروا عليكم فهؤلاء إياكم ثم إياكم أن تمسوهم بسوء ربنا ربنا قال أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يعني أن لا يمتد اعتداؤكم على الآخرين ولكن الصراع يكون مع الذين يقاتلونكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم بمعنى أننا نعامل الآخرين لهم مسالمين معاملة طيبة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل وهذا ما استفدناهم من دروس التاريخ فالتاريخ علمنا بأن الصراع بين الحق والباطل هو يسمت فترة زمانية ثم يعود مرة أخرى والحق طبعا لا ينتصر لمجرد أنه حق بل لا بد له من قوة تسنده وفئة عضده وأنصار يقومون به فربنا عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزلنا معهم الكتاب الكتاب هو الذي فيه المبادئ والقيم لكن الكتاب وحده لا يكفي لا بد من الميزان الميزان معنى رجال العدل رجال القضاء رجال المحامات أصحاب حقوق الإنسان العدل الدولي حقوق الإنسان الدولية الميزان أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فربنا أنزل الكتاب لهو فيه المبادئ والقيم وأنزل الميزان لكي متلو رجال الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هذا كناية على الآليات الحربية لكنه فيه منافع للناس الحديد هناك جرافات وهناك قاطرات وطائرات من الحديد فيه منافع للناس أيها الناس وأنتم تصنعون بهذا الحديد اصنعوا به أشياء تنفعكم فيها البناء والتعمير وأيضا هناك أسلحة لتوقي الخطر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لابد أن تستعد للمواجهة وأندك أنك تصنع من الحديد بأس شديد نحن في خضم هذه الأحداث التاريخ مليء بالصراع وهذه القضايا تنطبق على محطات كثيرة من تاريخ الإسلام وتاريخ البشرية ما يهمنا أيها الأحباب الكرام في هذه العجالة أننا نحن أهل الإسلام أهل القبلة أهل القرآن ربنا عز وجل وعدنا بالمبشرات عندنا المبشرات ما يجعل الأمة الإسلامية دائما حية ويجعلها يقضة ويجعلها متفتحة وتواصل طريقها بإباء وشموخ المبشرات التي في القرآن العظيم مبشرات كثيرة فيها أن ربنا عز وجل وعد المسلمين بالعزة وعدهم بالنصر وهدف طمأنينة وتثبيت للقلوب وترقب الفرج وإعان على الصبر فربنا عز وجل قدم لنا وعدا للأمة الإسلامية في كل تاريخها في أيام زمان الماضي وفي وقتنا الحاضر وفيما يستقبل من السنين والعهود المقبلة ما هي أهم المبشرات كثيرات كثيرة نقف عند واحد منها وهي قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بشيئا هذا وعد إلهي لأبناء الأمة الإسلامية عبر التاريخ في كل الأزمنة بالنصر والتمكين وهذا وعد لا يتخلف أبدا لأن ربنا عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الأمر وهم في حالة الاستضعاف والإداء للأسف الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الإيمان والكفر هو الذي يميز حقيقة الوجود تاريخ البشرية كله منذ أن منذ كان هو قائم على الصراع بدأ الصراع بين أبين آدم يمثل الحق وبين إبليس يمثل الباطل أبونا آدم يمثل الخير وإبليس يمثل الشر أبونا آدم يمثل الإيمان وإبليس يمثل الكفر هذه تنائية ميزة تاريخ البشرية وهي تأخذ صور وأنماط مختلفة وستبقى هذا الصراع سيبقى إلى قيم الساعة الناس هناك من يدعو للتعايش والسلام يتم في فترة زمنية ثم سرعان ما ينشب الصراع من جديد إلى قيم الساعة لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا في مثل هذه المواقف العصيبة أننا نتضرع إليه بأننا حتى لا يصيبنا البلاء في خضم هذه الأحداث أمرنا رب البري جل جلاله أننا نتضرع إليه فنحن في حاجة إلى التضرع هناك من ينهج منهج ديبلوماسي للحوار ديبلوماسي هناك من ينهج منهج التصعيد للمزيد من الحروب هناك من ينهج منهج الحوار الديمقراطي ولكن نحن أيها الأحباب الكرام في أمس الحاجة أن نتضرع إلى رب البري بالدعاء لأنه قال لنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون فلولا إتجاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إتجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم فالتضرع في مثل هذه الظروف في زمن الكوارت وزمن الحروب وزمن الآزمات العباد ينبغي أن يتضرعوا إلى مالك الملك إلى رب البري إلى صاحب الأمر نرفع أيدينا بالدعاء لرب السماوات والأرض بأن يكشف الكرب وأن ينجي عباده المؤمنين وأن ينشر بين الناس الأمن والأمان والسلم والسلام فالدعاء هو من أسباب النصر ومن أسباب التمكين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم النصر لا يكون بالقوة قد يكون من الضعفاء ينصر الله للأمة بضعيفها بدعواتهم وصلواتهم وإخلاصهم فالدعاء السلاح المؤمنين وربنا عز وجل قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فالكل ينبغي أن يدعو الله تعالى حتى قال النبي الكريم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وسألوا فأعطاهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عن الأمة هذه الغمة نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الكوارد والمنمات والحروب وسفك الدماء نسأل الله تعالى أن يستدب الأمن والأمان والسلم والسلام وأن يكون هناك التعايش والتراحم بين الخلق وأن ينصر الله هذا الدين ويعز به الله تعالى المؤمنين إنه سميع قريب مجهد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله